رح ننتقل عن زميلتنا عولا المتواجدة بكلية الهندسية الطبيقية لن طلع أكثر على الدور التكملي للخرجين أو للطلاب اللي هنن على أبواب التخرج لن طلع أكثر كذلك على تحضيرات الكلية الطبيقية لعام دراسي جديد بالإضافة لتعاون الكادر المهني ضمن هذه الكلية تفاصيل كلها عندك عولا أكيد تحية إليك كريم وتحية لكل حدا يتابعنا ببرنامج كاميرا اللاذقية نحن اليوم متواجدين بالكلية التطبيقية لحتى نتعرف على استعدادات الكلية التطبيقية لدورة الخرجين بإضافة استعداداتها للعام الدراسي المقبل آلية رصد النتائج الامتحانية هل استكملت إصدار النتائج للطلاب لنتعرف أكثر على واقع الكلية التطبيقية رح يكون معنا عميد الكلية الدكتور جمال خليفة يعطيك ألف عافية ميت أهلا وسهلا فيك بداية اسمي أنا وباسم زملائي من الكادر الإداري والكادر التعليمي برحب فيكم شكركم على الإضاءات أي دائمة على الكليات التطبيقية وعلى المستوى التعليمي اللي موجود فيه وبالجانا يعطيكم ألف عافية مجهود كبيرة عم بتقوموا فيه بالرغم من الشوب وضغط الشغل اللي عم بيصير عليكم ولكن حاليا عم تتحضروا لدورة الخرجين هي الأرل الأحد أربعة تسعة بالإضافة للاستعدادات للعام الدراسي المقبل نحكي عن التحضيرات بالبداية لدورة الخرجين هلأ بداية من أول ما بلش الامتحان نحن عم نلاحق موضوع المواد وتسليمها ورصدها بشكل دائم نجحنا والحمد لله يعني بفضل جهود زملائنا المستمرة بفضل متابعة المستمرة من الزملاء اللي كانوا قائمين على هذا الموضوع بأنه نرصد جميع المواد بشكل كامل أنا 318 مادة تم رصدهم كاملا هلأ عملية تنتيج إصدار النتائج باقي عندي أربع مواد أعتقد أنه اليوم هلأ حاليا بيكملوه وبيجهزوه مثل ما شفتوا الاستعدادات هلأ حاليا يعني اليوم عندي 318 مادة 318 مادة تخضر نتائجها بناءً على هذا الشي عملنا برنامج البرنامج بتعرف أغلب شي بيعتمد على طلاب السنوات الأخيرة يعني شو المواد لهاي برنامجي جاهز من عشرة أيام صار عليه تعديلات بسيطة لكن البرنامج جاهز القاعات الدرسية عندي أربع قاعات على حالين استيعاب الطلاب وموزعين علي المراقبين بشكل كامل الأسئلة من نحن مطبعها بشكل مسبق مغلفها ومحطها ومختمها فحتى أسئلة مواد النهار الأحد ونهار التنين جاهزة عندي يعني الانطلاق إن شاء الله بشكل سلس وناعم جدا جدا وبدون أي أفرادة أكيد بيطمح إليك وبالتفق الكلية ولا الطلاب أكيد فيما يخص العام القادم يعني السنة لأول مرة بظن حتى في تاريخ الكلية برنامج الفصل الأول جاهز جاهزا سيتم الإعلان عنه أصلا أنا أعلنت عنه مبارح مساء لدو ملاءنا سيتم إعلان عن التكاليف تعرف عن التكاليف عادة من خارج المواد فبحث أنه إن شاء الله مبلش العام الدراسي ببداية العام الدراسي تحديدا 18 أيلول يعني 18 أيلول دوام بالتأكيد دي الجميع الكادر الإداري والكادر التعليمي كله تمام جاهز يعني بشكل في نقلك أكتر من 95% استثناء الحالات المرضية الحالات التربية فيها عندهم حالات خاصة كله جاهز بشكل كامل بحمد الله صدرت المفاضلة لطلاب الجامعة ورح نبلش أو بلشوا بالتسجيل للمفاضلة طبعا الأحد طبعا إذا بدنا نحكي عن التعليم المهني التعليم المهني والثانويات المهنية بترفضكم بـ 75% من عدد الطلاب نحكي عن أهمية التعليم المهني بالظروف الحالية وأهمية الكلية التطبيقية طبعا أعطت فرصة كتير مهمة لطلاب الثانوية المهنية أنا أعتقد أنه من أهم المراسيم التشريعية اللي صدرت وإلى أهمية كبيرة على التعليم بشكل عام والبرتون 47 لعام 2017 بخصوص تطبيق التعليم التقاني تعرف ربط التعليم بالمجتمع التعامل مع المؤسسات التنوعة الخاصة والعامة التعاون مع نقضي والتنسيق معه بمجال التعليم الآن حاليا فيه خطوة جديدة هي عملية التعليم المنتج يعني النماذج اللي موجودة حاليا ممكن إذا صار في ضمونا على القرار 25 على القانون 25 ممكن نحن نصير حتى ننتج للسوق نماذج ممكن نبيع للسوق ممكن نشتغل للسوق هذا كتير بيطور سوق العمل تنساج بالكليات التطبيقية المشاريع أصلاً الكلية التطبيقية حالياً تقوم بعملية صيانة في الجامعة كلها في مجال الحواسيب هي المسؤولة عن الصيانة هي وتوجه لنا الكتب نبعد الفريق الصيانة فريق الصيانة بيقوم بعمليات صيانة بشكل كامل نحن عملنا السنة الماضية صيانة لأغلب الحواسيب اللي موجودة بالجامعة للتجهيزات التبريد والتكييف حتى لبعض الأجهز الكهربائية اللي موجودة عندنا بالجامعة دائماً نحن عملنا الصيانة المراوح السنة عملنا الصيانة بكافة القاعات اللي موجودة طلابنا هو فريق من الطلاب بإشراف مدرسين مخصصين يعني عندهم خبرات طويلة بهذا المجال بيرافقوا على الصيانة طالبنا هو اللي يكون بالصيانة بشكل كامل نستفاد بأكيد فائد كبير إنو طالبنا عم يفوت على سوق العمل بشكل مبكر وعم يتحمل المسؤولية بشكل كامل وهي شغلة كتير رائعة أنا طالبي أنا بيطلع من هون على سوق العمل جاهز جاهز تماماً نحن لما فتنا على الكليات التطبيقية وشفنا صندوق الشكوى يمكن نادي لما نشوف هك بالكليات أو حتى بالدوائر الرسمية بس نحكي عن ونعمر إضاءة على صندوق الشكوى اللي نحن شفنا وابد رحيبين مع زم كاميرا أولاً هذا من المتطلبات الجودي في أي مؤسسة من المؤسسات سواء القطاع العام أو القطاع الخاص يكون عنده للموظف أو للطالب الإمكاني أنه يقدم الشكوى دون ما يكون في عنده أي خوف أنا بفسح للطالب شوف أنه بلاحظ أحياناً الطالب يفوت لعنده هو مرعوب أنه بده يشتكي وما بده يشتكي فهيك بهالحالية أنا أعطيه مجال بدون ما يحط اسمه شو الحالية اللي شايفها ما أنا مظبوط يقدم شكوه فيها ودائماً منتابعها يعني نحن منفضل جدول الشكاوى قبل اجتماع مجلس الكلية ومنتابع كل أموره بشكل دائم ترسيخ ثقافة الشكوى يمكن خلينا نقول كثير ضرورية كثير ضرورية تشجيع أي موظف يقدم الحالة اللي عنده بشكل مسؤول وبشكل صادق أعطيك ألف عافية دكتور جاميل جمالة خليفة عميدة كلية عميدة كلية تطبيقية أعطيك ألف عافية وشكراً لإلك ميت أهلا وسهلا فيكم ومرة تانية برحب فيكم كل عام وانتو بخير كل عام وانتو بخير أهلا وسهلا فيكم طبعاً نحن متابعين جولتنا بالكلية التطبيقية لن تعرف أكثر على التحضيرات والاستعدادات مثل ما ذكر الدكتور جمال طبعاً العديد من الخطط لا دمش خلينا نقول طلاب الكلية التطبيقية بسوق العمل في نقطة كتير مهمة ركز عليها الدكتور جمال هي أهمية أنه فرق متختصة من الكلية التطبيقية عم تعمل صيانة لكل جامع التشرين بالفعل نقطة كتير مهمة لحتى دمج الطلاب بسوق العمل وتأهيلهم لسوق العمل طبعاً رح نكون أكثر مع الاستعدادات رح نحكي مع أفية أكثر مع الأستاذ مجد دالي طبعاً رئيس الدائرة بالكلية التطبيقية أحمد أهلا وسهلا فيكم بالكلية التطبيقية طبعاً مثل ما وصف لكم دكتور جمال عميد الكلي التطبيقية أمورنا اللوجستية من ناحية إدارية لنا كافة جاهزة وخصوصاً خلال الدورة التكميلية القادمة المقبلة بتاريخ أربعة تسعة أمور من حيث القاعات والبرنامج التكميلي جاهز من كافة النواحي اللوجستية ونحن مستعدين بالطاقة من العمل والمراقبين ورؤساء القاعات من أجل دورة تكميلية وأمور متاعج الرصد منتهية تماماً ونحن مستعدون لذلك عن التحضيرات واللوجستيات كثير بتعطي أريحية للطلاب نحكي عن العلاقة مع الطلاب نحكي كيف يكون الطلاب علاقة كرئيس دائرة معهم وكأمور اللوجستية نحن من خلال البرنامج الدورة التكميلية نعطي برنامج مسودة للدورة التكميلية من أجل نفسح مجال لأبنائنا الطلبي للأعطيرات على المواد التي لا تناسب أوقاتهم وبالتالي نقوم بتعديل البرنامج بناء على طلبات الطلاب عن طريق الاتحاد الوطني لأنه بكل كلي وجود رئيس اتحاد طلبي لأنه مسؤول عن هذا الموضوع هذا ليوصلنا مشاكل الطلاب أو عن طريق صندوق الشكاوي الحكي عنه الدكتور جمال الموجود ضمن حرم الكلي تطبيقية ممكن الهيئة الإدارية بكل كلية عم بتساعد وتوصل المشاكل العميان نحكي عن دور الهيئة الإدارية بكلية تطبيقية هلأ عم نطرح كافة مشاكل الطلاب الموجودة عندنا بمجلس الكلية الذي يعقد كل 15 يوم بيكون ممثل عن الهيئة بالمجلس الكلية وعم نطرح كافة المشاكل وعم ناخدنا القرارات المناسبة التي بيحتاجوها لهذون الطلاب الموجودين عندنا نعمة المشافة على صفحتكم على الكلية التطبيقية تم تعديل الأوقات بالنسبة للسنوات والاختصاصات التي لم تكن متناسب الوقت وأصدر البرنامج النهائي طبعا تم إصداره بشكل رسمي ونحن جاهزين مثل ما حكينا عن الموضوع هذا أعطيك ألف عافية الأستاذ مجد دالي رئيس الدائرة بكلية التطبيقية بالتوفيق وكل الشكر لحضرتك أهلا وسهلا فيكم شرفتونا طبعا مثل ما ذكرنا نحن حاليا متواجدين بغرفة الرصد للنتائج الامتحانية طبعا أمور الرصد ومتابعة والإصراع بإصدار النتائج موضوع كتير مهم ونقطة كتير مهمة بالنسبة للطلاب بالعديد من السنوات بعاني الطلاب من تأخر بإصدار النتائج بهذه الحالة بيكون الاستعداد خيرا نقول بالنسبة للخريجين اللي بدون يقدموا على الدورة التكملية بيتأخروا شوي بالتحضير أما حاليا مثل ما ذكر الدكتور جمال تم إصدار أغلب النتائج لحتى نكون أكثر مع الواقع إصدار النتائج وعملية التنتيج رح يكون معنا رئيس قسم الامتحانات الدكتور سامي صالح يعطيك ألف عافية طبعا مجهود كبير نحن منعرف عدد مواد هائل وعدد طلاب هائل نحكي عن العمل وآلية العمل بقسم الامتحانات عنا بقسم الامتحانات نحن بالفترة الماضية كنا عم نجهز لموضوع النتائج بهمنا أنه تطلع النتائج بأسرع وقت لأن كان عنا موضوع الدورة التكملية لحتى طلاب اللي ما قدروا يتخرجوا أنه يدخلوا على التكملية وبنفس الوقت الطلاب اللي أنهوا مقرراتهم منشان نطلع لهم قرار التخرج والحمد لله قدرنا بسرعة كتير كبيرة بوقت قياسي أنه نطلع قرار التخرج تقريبا عندنا حوالي 107 طلاب متخرجين أنهينا كل الوسائق تبعهم وبالتالي صاروا جاهزين لحطي يطلع قرار التخرج بالإضافة أنه عدد من الطلاب تم حصرهم للطلاب بيحقلهم يدخلوا دورة تكملية ونحط البرنامج بما يتناسب مع المواد اللي هنين مقدمين طبعا الفترة الماضية تم التركيز على المواد اللي ممكن تأثر مثل ما حكينا على التكملية أو التخرج لهيك أغلب المواد تقريبا طلعوا نحن عنا تقريبا حوالي 318 مادة باقي تقريبا شيء 4 أو 5 مواد محصورة بالسنة الأولى يعني خلال كم يوم إن شاء الله بنتكون خالصة بشكل نهائي وبتم إنجاز العملية الامتحانية بشكل كامل بالفعل إصدار النتائج بسرعة القصوى مهمة للطالب حتى يعرف دورة تكملية شو رح يقدم شو مرح يقدم بالفعل يعني مجهود كتير كبير بالنسبة لحضرتك ولا الكادر المتواجد معه الله يسلمك يا رب هو أكيد هو الجروب العمل كان كبير وبالفترة الماضية مثل ما حكينا قدموا مجهود كتير كبير سواء مثل ما حكينا عمليات الرصد عمليات الترحيل حصر عدد طلاب المتخرجين مشان يعرف كل طالب إنه بيحقلوا يدخل تكملية أو لا والمواد اللي حاملة وبالتالي إصدار البرنامج الامتحاني للتكملية يعني من التوتر يمكن بيعيشوا الطالب ما بين إصدار النتائج وإذا بيحقلوا يقدم على التكملية أو لا هاك أنتو هاك خلصتوا من هدا التوتر نحن شوي الموضوع هذا دكتور صامي صالح يعطيك ألف عافية طبعا كرئيس قسم الامتحانات وحضرتك من الدكاترة هون بكلية التطبيقية وبجامعة تشرين يعطيك ألف عافية طبعا نحن رح نتابع جولتنا بقسم الامتحانات لحتى نتعرف شوي على الكادر اللي عم بيقدم بالفعل مجهود كبير لحتى يتم إصدار النتائج وتقديم للتكملية يعطيك ألف عافية نناخد شوي من وقتك يعطيك ألف عافية تحكي عن آلية العمل نحن هون مش نترصد اختصاص كهرباء لأنه الكلية مقصومة قسمين اختصاص ميكانيك واختصاص كهرباء الكهرباء يفيد اتصالات وتغذية وحاسبات وطبية وتقريبا نحن بالآخر النهايات تقريبا مشان استعدادا للدورة التكملية والرصد ممتاز ووضع جيد بفضل الإدارة وفضل الكادر متعاون ونشيط يعطيك ألف عافية يعطيك ألف عافية جهود كبيرة بهذا الصيف وهذا الشو عم تتحملوها وعم تكون إصدار للنتائج الامتحانية بسرعة القصوة طبعا نحن دايما نجي عم نرصد نحن نحاول أن نخلص المواد مشان قبل التكملية مشان الطلاب يعرفوا شو مواد نت عندهم هلأ تقريبا صرنا بالمراحل الأخيرة إن شاء الله خالصين يعطيك ألف عافية وبالتوفيق كل عام وانتوا بخير شكرا شكرا أهلا وسهلا طبعا زميلاء هايدي كانت جولتنا بالكلية التطبيقية بالفعل جهود مشكورة واستعداد لا عام دراسي نتمنى التوفيق لكل الطلاب سواء بالكلية التطبيقية أو بجميع الاختصاصات